ساعات قليلة ويرفع السطار عن الحملة الانتخابية التشريعية في تونس ويعلن معها قرب استكمال آخر محطة من الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ الخامس والعشرين جولي ألفين وواحد وعشرين سعيد أكد على أن الاقتراع سيتم إجراءه في موعده المحدد في احترام كامل للقانون قاطعاً بذلك الطريقة أمام من يعتبرهم الشككين في ظل الانتقادات التي طالت قانون الانتخابات الجديد الذي يعطي أولوية الاختيار للأفراد داخل القائمة الواحدة بدل القائمة كلها كما كان معموناً به سابقاً مع تغيير شروط الترشح إذ يشترط أن يجمع المرشحون أربعمائة توقيع من الناخبين بالتناصف حسب الجنس على أن لا تقيل نسبة الموقعين من الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عن خمسة وعشرين في المئة من مجموع المزكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت عن بلوغ العدد النهائي المترشحين ألفاً وخمسة وخمسين مرشحاً يتنافسون على مئة وواحد وخمسين مقعداً غير أن عشرة مرشحين اعتبروا فائزين في الانتخابات قبل خوضها بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصلون عليها وذلك لعدم وجود منافسين لهم وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عام 2011 بالإضافة إلى غياب أي ترشحات في سبع ضوائر انتخابية من إجمال عشرة مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين المقيمين في الخارج في غضون ذلك انطلقت الحملة الانتخابية التشريعية في الخارج الأربعاء بثلاثة مترشحين فقط وهم الذين أهالهم المرسوم الانتخابي الجديد للفوز بعضوية البرلمان آلياً دون الحاجة لخوض حملة انتخابية بسبب غياب منافسين اشتركوا في القناة